عام ونصف أو يزيد منذ بدأت تجارة الموت على الحدود السعودية انتقادات وإدانات حقوقية جراء توضيف السعودية لشبكات الإتجار بالبشر واستدراج آلاف الشباب اليمني للقتال على حدودها الجنوبية تقارير جديدة كشفت تورط جهات رسمية يمنية إلى جانب السعودية بالزج بالشباب اليمني فيما بات يطلق عليه محرقة الحدود يقول تقرير صدر حديثا عن موقع درج إن السعودية تدفع المال لرجال الدولة المقيمين في الرياض لتأخذ مقابل ذلك أرواح آلاف الشباب في حدودها الجنوبية المتاخمة لليمن تضيق السلطات السعودية على دخول اليمنيين إلى أراضيها إلا إذا كان الغرض هو الدفاع عن حدودها في مواجهة ميليشيا الحوثي حينها يمكن لليمني دخول البلاد عبر وثيقة تدعى وثيقة السفر إضطرارية الوثائق تكشف تورط القنصلية اليمنية في جدة عبر مندوبها في منفذ الوديعة في عملية التجنيد حيث يتم منح المدنيين وثيقة السفر الإضطرارية ممهورة بإمضاء مسؤولي القنصلية أغلقت السعودية كل أبوابها أمام اليمنيين وفتحت باب الموت على الحدود يساعدها في هذه المهمة مسؤولون يمنيون يحصلون على دخل مربح في هذه التجارة القاتلة بحسب التحقيق فإن مساعد القنصل يعترف بأنه يصدر وثائق سفر إضطرارية لدخول الجنود وهي مخالفة قانونية إذ يفترض أن وثيقة السفر الإضطرارية أو وثيقة المرور تمنحها القنصليات لمن فقدوا جواز سفرهم وذلك للسماح لهم بالمغادرة إلى اليمن لمرة واحدة يذهب الشباب اليمني الهارب من جحيم الحاجة في بلاده إلى الموت في ظروف مأساوية على أراضي الآخرين فتتضموا إلى التحالف فتستلموا رقم عسكرة فتستلموا المعاش وترقعوا إلى بلادكم بحسب أحد المجندين فإن كثيرا من المجندين يموتون في الطريق بين الجبهة وأقرب مركز للإسعافات الأولية يقول إن زملاءه الجنود كانوا يموتون بين يديه بسبب عدم توفر أبسط مقومات الرعاية قبل أن يسقط هؤلاء القتلى من كشفات الرواتب السعودية واليمنية معا بمجرد تسلم العائلة تعويضا ماليا زهيدا تستمر محرقة اليمنيين على الحدود السعودية وتتسع دائرة الانتقاد والشهد معا وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإيقاف هذه الجريمة التي التهمت المئات من شباب البلد ورغم كل التحذيرات لا يزال سماسرة التجنيد يمارسون مهامهم في تحشيد الشباب بالمقابل تتسع مقابر المجندين اليمنيين في عدد من المناطق الحدودية فيما السعودية ماضية في مشروعها لتقسيم اليمن وجعله أثرا بعد عين ترجمة نانسي قنقر